موسيقى وصلت تاني طائرة مغربية محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين إلى مطار العاصمة الأردنية عمان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحدى وتضم هذه المساعدات التي أمر بها الملك محمد الثالث عشرين طنا من المواد الغذائية الأساسية وأذوية للعلاجات الطارئة وأغطية موجة للفلسطينيين وهي المساعدات الإنسانية العاجلة التي أمر بها الملك لفائدة الثكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطع غزة وتعتبر هذه الطائرة هي الثانية التي تصل إلى مطار العاصمة الأردنية عمان بعد أن أقلعت بشحنة الإنسانية يوم أمس الثبت من القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيترة حيث سبقتها طائرة أخرى أقلعة من نفس المطار العسكرية ذوال يوم الثبت وبها مساعدات للفلسطينيين وأقلعت اليوم الأحد طائرتين أخريتين محملتان بشحنة مساعدات مماثلة في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة قبل أن يتم نقلها نحو قطع غزة وكان الملك محمد الثالث رئيس لجنة القدس أمر بإرسال مساعدات إنسانية للفلسطينيين تتكونون أربعين طنا تتألث من مواد غذائية أساسية تلاتين طنا وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية حوالي عشرة أطنان ويستمر الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة بتعليمات من الملك محمد الثالث رئيس لجنة القدس لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصول طائرة عسكرية ثانية على متنها الدفعة الثانية من هذه المساعدات اليوم الأحد لمطار ماركا المدنية بالعاصمة الأردنية عمانة ويشرف على استقبال هذه المساعدات سفير المملكة المغربية في الأردن خالد الناصري وعضاء السفارة وممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية وممثل سفارة دولة فلسطين بعمانة ومن المنتظر نقل هذه المساعدات للأردن الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين وتظل المملكة المغربية التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها وفية لتمثكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنبا في سلام وأمنة من خلال إقامة دولة فلسطين داخل حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية أعلن الكونوليل أنتونيو سيراث قائد الحرس المدني الإسباني في مليليا دعمه لفكرة اتخاذ موقف حازم من لدن إسبانيا والاتحاد الأوروبي ضد المغرب ردا على ما يعتبره الإسبان حثارا للمدينتي ذاتية الحكمة وهي الفكرة التي طرح نائب رئيس الحكومة المحلية لمدينة ثبتة كارلوس رونتومي خلال لقاء احتضنته مدريد يوم الجمعة لاتبار أن المدينتين تشكلان حدودا لأوروبا ووفق رئيس الحكومة المحلية لمدينة ثبتة فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ موقفا واضحا تجاه المواقف الأحادية للمغرب على حدود ثبتة ومليليا كونهما تمثلان حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي موردا أن المشاركة الأوروبية يجوى أن تكون حازمتنا وهو الأمر الذي دعمه الكولونيل الإسبانية موردا لا يمكن التصدي للمطالب الإقليمية للمغرب إلا من خلال الموقف الواضح الذي ينص على أن المدينتين تنتميان إلى إسبانيا وبالتالي الاتحاد الأوروبي وهو ما حمل إشارة ضمنية إلى تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانية التي اعتبرت أنهما تنتميان إلى التراب المغربية وفيما يشبه سياسة العصة والجزرة حاول الكولونيل ثراس موازنة دعوة للتعامل مع السلطة المغربية بثرامة بتذكيرها بأن المدينتين تقدمان بحكم الواقع خدمات صحية وتعليمية واجتماعية للمواطنين المغربة وذلك بفعل الفروق الاقتصادية الكبيرة بين البلدين في هذه المناطق الحدودية كما أن عددا كبيرا من المغرب يعملون في ثبت وامليليا خالصا إلى أن وجودا أكبر للاتحاد الأوروبي على أراضي المنطقتين سيكونوا إيجابيا لهم وكان كارلوس إتشيبيريا رئيس مرصد ثبت وامليليا التابع لمهد الأمن والثقافة الإسبانية الجهة المنظمة للندوى قد أورد أن المطالب الإقليمية المغربية للسيادة على المدينتين هي قضية دولة لذلك فإنها لن تتوقف داعيا إلى إسبانيا الاعتماد استراتيجية دولة خاصة بها بشأنهما في مواجهة مطالب الرباط وخلال الندوى التي حملت عنوان ثبت وامليليا الحدود الجنوبية لأوروبا والتي شارك فيها نواب برلمانيون ووزراء سابقون طالب إتشيبيريا بتوفير الوسائل الضرورية للسيطرة على الحدود البرية للثغرين بهدف إعادة فتحها في إشارة إلى قرار المغرب إغلاق الحدود مع المدينتين بشكل نهائي منذ 13 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا أطلقت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي مسترة رسمية للتحقيق وتدخل ضد الممارسات الغير المشروعة المتعلقة بالسرقة الموصوفة للألقاب والصفات والشعارات والهويات البصرية للبرلمان الأوروبية من قبل البوليساري والجزائر وذلك في طر أعمال الضغط الثامة الرامية إلى تضليل الرأي العامة الأوروبية والإيهام بدعم معين من طرف الاتحاد الأوروبية للأطروحات الانفصالية فبعد إحاطة رئاسة البرلمان الأوروبية من قبل النائب الأوروبية البلجيكية فريدريك رايث عقب نشر جهاز الدعاية التابع لعصابة البوليساري والجزائر إعلانا بشأن ندوة افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعية عليه شعار مذيف للبرلمان الأوروبية انتفضت مجموعة كاملة من البرلمانيين الأوروبيين ضد هذه الممارسات الغير القانونية وأوجه هؤلاء النواب الذين ينتمون للمجموعات سياسية مختلفة رسالة رسمية إلى رئيس الهيئة البرلمانية الأوروبية دافيد ساسولي من أجل وضع حد لهذه المناورات الرامية إلى توضيف شعار البرلمان الأوروبية لأغراض الدعاية الانفصالية وضمن هذه الرسالة عبر أعضاء البرلمان الأوروبية عن اعتراض قوي على النشاط العدائي وممارسات بعض زملائهما الموظفين من قبل الجزائر والبوليثاريو في إطار مجموعة غير رسمية تدعم الأطروحات الانفصالية والمعروفة بإثم المجموعة المشاركة للسحراء الغربية ودعو رئيس البرلمان الأوروبي للتنديد بانتهاكات الإجراءات الداخلية المقترفة من طرف المجموعة المذكورة والتي تتمثل على الخصوص في استخدام شعار البرلمان الأوروبية في الدعامات التواصلية الخاصة بها ما يشكل تشويشا على العلاقات القائمة مع بلد شريك والمغرب وفي الواقع وفق للقانون المحدد لإنشاء المجموعات المشاركة فإن هذه الأخيرة ليست هيئات تابعة للبرلمان الأوروبية ومن ثم ليس بإمكانها التعبير عن وجهة نظر هذا الأخيرة كما لا يمكنها استعمال إثم أو شعار البرلمان الأوروبية ولا إثم أو شعار المجموعة السياسية التي يتألف منها وللأثماء التي قد تؤدي إلى الالتباث مع الهيئات الرثمية التابعة للبرلمان الأوروبية من قبيل اللجان البرلمانية الوفودة البرلمانية الدولية واللجان النيابية المشاركة ويضف القانون أن هذه المجموعات المشاركة لا يجوز لها القيام بأنشطة قد تؤدي إلى الخلطة مع الأنشطة الرثمية للبرلمان وهيئاته أو قد تؤثر على العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأخرى أو العلاقات مع دول أجنبية وانتفض أعداء البرلمان الأوروبية ضمن رسالتهم ضد مناورة هذه المجموعة المشاركة التي تربط في منشورتها الدعائية البوليثارية شعار البرلمان الأوروبية بخريطة متنذة عليها لما تسميها الصحراء الغربية والتي يظهر عليها ما يسمى علم الجمهورية الشبحية المحدثة من جانب واحدة والتي لا تحظى بالاعتراف لا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبية ولا الأمم المتحدة وبالنسبة للموقعين على هذه الرسالة فإن الخلطة التي ذرعت هذه المجموعة المشاركة مرة أخرى مع الأنشطة الرسمية للبرلمان الأوروبية يوحي بأنه يعكث موقف هذا الأخير مؤسجلين أن هذا النشاط الدار يؤجج التوترات ويقود عملية التثوية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويضر بثورة البرلمان الأوروبية واعتبروا أن هذا النشاط من شأن إلحاق ضرر بالغ بعلاقات الاتحاد الأوروبية مع شريكه المعترف به والوازن المغرب داعين رئيس البرلمان الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القواعد ونزهة المؤسسة البرلمانية الأوروبية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة